لكن زي ما قلت لحضراتكم أنا تبعت حزن بعض من جماهير النادي الاهلي على تعادل الفريق بالأمس أمام يانج أفريكانز التنزاني خلينا اتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الأمانة هناك البعض وهما مش من جماهير النادي الاهلي بالمناسبة ولكن هناك البعض دايما لما بيجي ينظر لفريق النادي الاهلي بينظر من الناحي السلبية أنا مش عارف ليه بالنسبة لي لما تيجي تبص على فريق نادي الأهلي وبيلعب مبارح أمام يانجي أفريكنز لا أنت أمام فريق بطل أمام فريق كبير أمام فريق أضاع العديد والعديد من الفرص هنا أقف وحط نقطة وأقول لحضرتك أننا هنا أقدر أتكلم على موضوع إضاءة الفرص أقدر أتكلم على مع أن كرة القدم فيها من الناحية الدفاعية أن واحد ما ياخدش باله من كرة بتحصل يعني ولكن أقدر أتكلم على في نفس الوقت من الناحية الإيجابية أقدر أتكلم على أن أنا فريق كبير فريق بطل فريق بطل أفريقيا فريق هو الكل بيهابه والكل بيخاف منه فريق يانجي أفريكنز من الفرق الجيدة وأنا قلت لحضرتكم هذا الكلام قبل أول أسبوع اللي فات بالكامل كنت دايماً بقول لحضرتكم أننا مش هراحين نلعب مباراة هناخد الثلاث نقطة ونرجع لا لعبنا بتشكيل جيد لعبنا بتكتيج جيد طوال المباراة الشوت الثاني أفضل كتير جداً من الشوت الأول ولكن ما هو برضو الناس بتقولك إحنا زعلانين من الشوت الأول طب ما تبص على الشوت الأول إحنا ضيعنا كم جون ضيعت أنا بس للأسف طبعاً مش هقدر أوري حضرتكم ولكن أنت ضيعت جون واثنين وثلاثة وكلها أهداف أو جونين تحديداً عشان أبقى برضو منصف في كلام الشوت الثاني مختلف لكن الشوت الأولاني أنت ضيعت كورتين بجونين ولكن أنت فريق بطل فريق وقف على رجلك أنا مش عارف ليه الناس دلوقتي بعض المحللين وبعض حتى بعض من من لا يشجع النادي الأهلي بيكلموا بهذا الشكل أنه دايماً بينظر للأمور السلبية في فريق النادي الأهلي وده على فكرة ممكن نتكلم وهنا في قناة النادي الأهلي وفي هذا البرنامج تحديداً وبنتكلم وبننتقد في أداء فلان وأداء علان ولكن على الجانب الآخر عندما يكون هناك شيء إيجابي لازم نقول إن فيه شيء إيجابي لازم نقول إن إحنا عندنا فريق بطل فريق وقف على رجله فريق عنده مدرب كويس فريق عنده مجموعة لعبين جيدين ينقصنا بعض التدعيمات في بعض الأماكن اللي حيتم التدعيم بيها إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية فأنت عملت أداء جيد خلي بال حضرتك عملت أداء يانج أفريكانز بكل الجماهير اللي موجودة معاه أنت كنت تقدر تكسب هذه المباراة 4-5-1 هنا أقف وأقدر أقول لك وأنا بتكلم مع حضرتك كده أقول لك إيه طب وبعدين وإحنا هنستحمل كريم فؤادي ضايع هنستحمل طهر محمد طهر يضايع هنستحمل حسين الشحات يضايع هنستحمل كهرباء يضايع هنستحمل وإحنا مستحملين بقالنا كتير فعايزين اللعيبة برستاء وعايزين اللعيبة نتركز أكتر من كده بكتير خلال الفترة اللي جاية علشان نقدر نجيب جوان لأن إحنا لو جبنا 20% من الأهداف اللي إحنا بنضايعها كنا كسبنا كل المباراة اللي خسرناها وكنا كسبنا كل البطولات اللي خسرناها فهنا أنا عندي مشكلة هل بيشتغل عليها كولر اللي أمام حضراتكم طيب ودي حاجة بطبيعتي بمشاهدتي بمشاهدتي أنا الشخصية لما بيبقى فيه وقت كولر بيشتغل هجوميا ودفاعيا مع الناس يعني هجوميا اللي بيهاجموا بس واللي بيدفعوا بس ووسط الملعب بس أنا شفت التمرين ده أنا بشوف التمرين وبعد في التمرين كتير ولكن أنا واحد بخلص ماتش التلات بدي أجازة الأربع بسافر الخميس أوصل الخميس بالليل أريح الجمعة وألعب وأعمل التمرينة خفيفة السبت ماتش أرجع الحد كان من المفترض أن أنت هتلعب للأربع ولكن المباراة أجلت بسبب أن الاتحاد الأفريقي يقدم مباراة شابابة القبائل أو أنا آسف شباب بالزداد من يوم السبت اليوم الجمعة فأنت دلوقتي ممكن الإسبوع ده تلاقيه بيشتغل على هذه الأمور لأنه أنا مش هفضل كجمهور أهلي قاعد مستني الأهداف اللي ما بتخشش يعني أنا بستنى إن الكرة تفضل تتلعب بشكل كويس وإن أنا واقف على رجلي دفاعياً وهجومياً وكل شيء ولكن في الآخر كل ده بيتم وصفه من خلال الأهداف المباراة ما بتيجي تقول المباراة بتقول الأهلي وينج أفريكنز بتقول الأهلي وينج أفريكنز المباراة خلصت واحد واحد لكن محدش بيقول أصله كريم ضيع وطهر ضيع وكهربا ضيع على رغم من إن هؤلاء اللاعبين بس ليه مجود كبير جداً 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 طوال المباراة ويستحقوا عليه التحية لأنه في ظل هذه الضغطة من المباراة الأمور صعبة جداً بيني وبينكو يعني لما تيجي تبص على الأمور تلاقي الأمور صعبة جداً جداً فوق ما تتخيل عشان كده لازم تكون النغمة في الدعم هي الدعم الفترة اللي جاي الدعم والمؤذرة لأنه يعني الفوز على بطل الجزائر إن شاء الله يخليك تتربى على عرش صدارة هذه المجموعة ويقربك بخطوة كبيرة جداً جداً من التأهل ولما ترجع إن شاء الله نغمة الانتصارات حيقود الاستقرار ودي حاجة أنا متأكد منها جمهية النادي الأهلي عارفة هذا الكلام كويس جداً لأنه جمهية النادي الأهلي وبين منتهى البساطة هم اللي اخترعوا هذا الأمر اخترعوا إيه؟ على الحلوة والمرة معاها وبعدين بيني وبينكو يعني ما تيجي نبص دلوقتي وتيجي نبص من سنة تقريباً أو أقل شوي تغلب مغلوبين خمسة اتنين من سانداونز انتقادات من جمهور النادي الأهلي مشروعة تماماً لكل لعبتها ولكل المنظومة ولكل ساعتها عمل إيه؟ يوم التاني في ثالث يوم أنا أتذكر في ثالث يوم كان عندنا مباراة في القطن في الكاميرون كل جمهور النادي الأهلي بدون استثناء مفيش واحد كان بيكلم على إنه هو مش هيقف في ظهر الفرقة كل جمهور النادي الأهلي في ظهر فريقه كسبت القطن كسبت البطولة وبالتالي أنا مش شايف إن انت في مباراة عن جا أفريكانز تحديداً لا انت كويس ماشي كويس مشيت في هذه المباراة بشكل جيد رحت للجون من يمكن من المباراة الأوليلة تحديداً الشوت التاني اللي رحت فيه للجون كتير عشان كده أنا بأكد على كلامي مرة تانية أنه يجب أن يكون هناك دعم وكبير للفريق قبل مواجد شباب بالأزداد إن شاء الله يوم الجمعة لأنه خلينا ننظر بقى للجانب السلبي في هذا الأمر لأنه لقدر الله لو حصلت أي نتيجة غير الفوز حتدخلنا في حزب البرمة واللي اللي هي بتاعت كل سنة اللي احنا مش عايزين نخشها السنة دي كلنا ما نتمنيش هذا الأمر ولكن علشان ما ندخلش نفسنا في حزب البرمة ويتحقق هذا الأمر أولاً أنا بقوله أولاً المسندة والدعم دي أنا متأكد منه ولكن مسندة والدعم للجمهور يعني ولكن أولاً لقابة النادي الأهلي لازم يبقوا في حالهم وفي قمة تركزهم وفواءنهم في هذه المباراة مش عايزين الكرة يبقى الرجل رايح أنا كمدير فني بعمل الفكرة بتاعتي علشان الناس تروح للجون كريم فؤاد قطع طاهر عملها له وكريم راح حطها بتصدد تمام طاهر اتلعبت له قامت جاية قدامه وجون كانت اتنين واحد وخلصنا حسين الشحات في الشوت الأولاني كهرباء في الشوت الثاني وبرسيتاو في الشوت الثاني ما تيجي تعد أربع خمس مباراة أربع خمس أهداف فيجب أن يكون هناك تركيز كبير جدا 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 من مجموعة اللاعبين المهاجمين اللي بيلعبوا في الناحية الهجومية لأنه مين يا جماعة هيفضل بقى يعني مستني هذا الأمر على الجانب الآخر يجب أن يكون هناك اهتمام وتركيز كبير جدا من الجهاز الفني والاهتمام بكل التفاصيل الفنية للفريق الآخر ولفريقنا الصغيرة قبل الكبيرة لأن المباراة دي خلي بالحضراتكم بتكسب من خلال الاهتمام بهذه التفاصيل وثالثا وهو الأهم بالنسبة لي وبالنسبة حتى للعابين لما تيجي تتكلم معهم يقولك أهم حاجة بالنسبة لي هو أن لا يتوقف دعمه ومؤذر الجمهير الناد الأهلي من اللحظات الأولى وحتى اللحظات الأخيرة في نهاية المباراة فعشان كده أنا بقول لحضراتكم الحاجة الوحيدة اللي دايما بتطميني وبتخليني يبقى قاعد وأنا مستريح هي حضراتكم هي جمهور النادي الأهلي إن أنا متأكد وعارف مليون في المية إن حضراتكم دايما في ظهر ناديكم دايما في ظهر لعبتكم دايما هتوقفوا وراهم الفترة دي فترة صعبة عندك مباراة بالأزداد وبعد كده هتلعب في كاس العالم وبعد كده هترجع تلعب السوبر عندك بطولات كثيرة جدا وأمور كثيرة جدا فالمؤذرة والدعم واجبة خلال الفترة اللي جاية مع الاعتراف بأن هناك بعض السلبيات الواضحة كإضاعة الأهداف التي يجب أن يتم العناية بها خلال الفترة اللي جاية أنا بس بقول وببقى واضحة هو مع حضراتكم علشان تبقى الأمور واضحة فلغة الأرقام خلال مواجهات المارد الأحمر مع الفرق الجزائرية نادي الأهل التقى مع أندية الجزائر 24 مرة تقريبا يعني 6 أندية شبابة الثورة الجزائري اتحاد العاصمة الجزائري الموليدات الجزائر وفاق ستيف شباب شباب القبائل وشباب بولوزداد ترجمة نانسي قنقر